دعا رئيس الوزراء الفلسطينية محمد مصطفى جميع الجهات الدولية إلى أن تتحمل مسؤولياتها القانونية حيال الأعمال التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلية في قطع غزة وطفة الغربية والقدس والتي كان أخرها اقتحام المسجد الأقصى صباح اليوم وشدد رئيس الوزراء الفلسطيني على أن التعبير عن الرفض أو القلق لم يعد كافيا أمام حجم الكارثة الإنسانية في قطع غزة ومحاولة تحويله إلى مكان غير صالح للحياة الأدمية لابد من التأكيد مجددا أنه يتوجب على جميع الجهات الدولية أن تتحمل مسؤوليتها القانونية حيال السلطة القائمة بالاحتلال في غزة والضفة والقدس وآخرها اقتحامات المسجد الأقصى صباح اليوم بأعداد غير مسبوقة لم يعد كافيا مجرد التصريح أو التعبير عن الرفض أو القلق أمام حجم الكارثة الإنسانية في القطاع ومحاولة تحويله إلى مكان غير صالح للحياة الأدمية أمام حجم الكارثة الإنسانية لا بد من إجراءات مختلفة من المجتمع الدولي لن نتوانى عن بذل كل ما هو ممكن لتعزيز صمود أبناء شعبنا وإفشال مخططات التهجير وتحسين جودة الخدمات بما يليق بشعبنا الذي قدم الكثير على محراب الحرية والاستقلال والله الموفق